النوع الثاني من الأنواع سيرفو موتورز هي الـ AC سيرفو موتور بدل ما كنا نستخدم DC موتور ممكن أن نستخدم AC موتور والأنواع المستخدمة بالـ AC موتور هي أول شيء الـ Two-Phase Induction Motor تذكروا لما نأخذنا موضوع Single-Phase Induction Motor هذا المطور مشتغل إلا لما نحولنا إلى Two-Phase Induction Motor فهذا Two-Phase Induction Motor ممكن استخدامه كسيرفو موتور فالنوع الأول هو Two-Phase AC سيرفو موتور وهذا النوع ماته مثل ما قلنا عبارة عن Induction Motor الروتر ماته يكون Secural Cage هذا المطور يتكون من ملفين يعني Stator ماته بـ Two-Phase Winding يكون الفارق الطوري بين هاي Two-Winding 90 درجة كهربائية مثل ما مر علينا سابقا التردد مال هذا المحرك ممكن أن يكون 50 أو 60 هيرتز أو في بعض الصناعات مال دول الشرقية يستخدمون الـ 400 هيرتز وهذا غالبا ما يستخدمون بالطائرات تعرفون أنتو مثلا حركة الطائرة أنا عندي جناح تصير بي حركة حتى ترتفع للطائرة وتنزل عندي حركة بالـ VLMA للطائرة تدفع أيضا تتحرك هذه كلها عبارة عن Servo Motor المهم Two-Phase AC Servo Motor هذا هو مطورنا نلاحظ أنه المطور الروتر عبارة عن Secural Cage وأنا عندي ملفين إذا تذكرون كنا سابقا نسميها Main Winding والAuxiliary Winding هنا التسمية رح تختلف الـ Main Winding الملف الرئيسي رح يسميه الـ Main Winding رح يسميه Fixed Phase ليش؟ لأنني هذا الفيز رح أسلط عليه فولتية ثابتة ولتكون 110 فولت أو 220 فولت الفيز الثاني اللي كنا نسميه Auxiliary رح يسميه Control Phase هذا الفيز الآخر رح تسلط عليه فولتية متغيرة في سبيل التحكم بسرعة الآن سرعة دوران هذا المحرك رح تعتمد على الفولتية اللي رح تسلط على هذا الفيز أيضا أقدر أحصل على حركة باتجاهين إذا الفولتية غيرتها من lead إلى lag هذه الفولتية ما لل Control Phase إذا غيرتها من lead إلى lag رح تجاه الدوران أيضا رح يتغير إذا صار عندي فيزين الفيكست أو إحنا شنا نسميه main winding والcontrol أو سابقا شنا نسميه auxiliary winding عد تصنيع هذا المحرك المقاومة ما للسكور الكيج روتر هاي القطبان الألمنيوم شوية يزيدون المقاومة مالتها حتى نحصل على كاركترستيك أيضا تكون linear تقريبا نفس الكاركترستيك اللي كانت موجودة بالDC موتور رح حقدر أحصل عليها ببعض التعديلات بالتصنيع ما التوفيز اندكشن موتور فرح حصل على أيضا linear characteristic فصارت العلاقة بين السرعة والتورك علاقة خطية وهذا شي مناسب يحقق لي سرعة استجابة المحرك أثناء تغير يعني تغير بسيط بالبولتية رح أقدر أحصل على استجابة سريعة بتغير السرعة وهو هذا الشي مطلوب لأن قلنا إحنا أنه هذا المحرك هو وظيفته يستخدم بشغلات ال-control هذا هو الشرح النوع الثاني اللي مستخدم هو 3-phase AC سيرفو موتور تطبيقات اللي تحتاج باور عالية لأنه يوصل ال-rating ما للسيرفو موتور ممكن توصل إلى عشرات أو حتى مئات الكيلوات هاي التطبيقات اللي تحتاج حركة بوابة أو نقل ثقل كبير جدا تحتاجها إلى باور عالي فالمحرك المستخدم في هذه التطبيقات ذات الباور العالي هي 3-phase AC سيرفو موتور المشكلة اللي موجودة بال-3-phase اندكشن موتور هي أنه العلاقة بين التورك و السبيد هي نون لينيار لذلك شوية كانت أكو مشاكل في تشغيل هذا المحرك إلى أن اكتشفوا طبعا مو هسا قبل سنوات طويلة اكتشفوا نوع من السيطرة من أنواع التحكم يسمى بال-Vector Control فالنوع من التحكم يكون معقد نوعا ما نحن ما رح نأخذه فقط نعرف اسمه وكل نوع ثاني من التحكم اللي هو Field Oriented Control هذه الكونترولرات قدرت تتغلب على النون لينيارتي مع الـ 3-phase اندكشن موتور وقدرت تتحول تصرف الـ 3-phase اندكشن موتور تقريبا مشابه إلى التصرف الـ DC موتور يعني صارت العلاقة وكأنما هي خطية باستخدام هذا الـ Vector Control أو Field Oriented Controller لذلك أيضا بمرور الزمن يعني استخدام الـ 3-phase AC سيرفو موتور أيضا صار ناجح وبدأ يستخدم بشكل كبير جدا في تطبيقات السيرفو موتور اللي تحتاج إلى Power Rating عالي جدا نأخذ بعض الصور حتى نشوف أشكال السيرفو موتور هذه هي أشكال السيرفو موتور هاي أنواع يعني مختلفة من المحركات بدلا من الـ Rating الصغير إلى الـ Rating الكبير وكل محرك إلى الـ Drive Mata هذا المحرك ما أقدر أني أشغله من الـ أربط على الكهرباء مباشرة وشغله لا هذا المحرك إلى الـ Controller الخاص بي اللي هو مسؤول عن تشغيله اللحظ من الملاحظات اللي قلناها أنه هذا الماطور لاحظ الطول ماته كبير والقطر باته صغير يعني صغير طولاني كل الماطورات بهذا الشكل الطول ماته كبير والقطر ماته صغير تختلف عن المحركات التقليدية إذن هذا واحد من النواع سيرفو موتور هذا سيرفو موتور موجود نحن عدنا نستخدمه اللي يشتغل بهذا الـ Controller , الـ Arduino هذا الـ Arduino نقدر نبرمجه نسويه كـ Drive للسيرفو موتور هذا عبارة عن سيرفو موتور صغير جدا هنا بتغيير قيمة هاي المقاومة أقدر أحرك هاي الفان أو هاي الريشة أقدر أحركها باتجاه أقرب الساعة أو أعكس أقرب الساعة كل ما أغير قيمة المقاومة أقدر أزيد أو أقلل سرعة الدوران فهذا نموذج من سيرفو موتور حجمه صغير جدا هذا أيضا شكل آخر من أشكال السيرفو موتور لاحظ التوصيلات بين الماطور والكونترولر مبدعيا هي لازم تكون إذا كان ديسي هذا الماطور إذا كان ديسي فلازم تكون أربع وايرات هي اثنين للكونترول والاثنين للمين ويندينج وأيضا ممكن أن يكون هنا بهذا داخل الماطور أو على الطرف الآخر من الماطور نخليين تاكو ميتر لقياس السرعة أو بوزيشن ميتر رقيس للبوزيشن ما للروتر لأغراض التحكم فهذه هي التوصيلات بين الماطور والكونترولر هذه الصور لأشكال مختلفة من السيرفو موتور أيضا أنا مرة أخرى أذكركم أنه أكو كثير من الفيديوهات على موضوع السيرفو موتور ممكن أن تشوفوها باليوتيوب خلص هذا الموضوع موضوع السيرفو موتور ترجمة نانسي قنقر